بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم للحوار هو نقاط على حروف نظرية ولاية الفقه هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة؟ هل هي نظرية ثيوقراطية أم دستورية ديمقراطية شعبية؟ ولاية الفقهة الإيرانية هل تشمل العراق والعالم الإسلامي؟ بماذا تختلف عن المرجعية الدينية العابرة للحدود؟ هل يمكن أن يصبح مرجع عراقي أو عربي وليا للأمر في إيران؟ لماذا لا يشارك أي عالم غير إيراني في مجلس الخبراء الذي ينتخب القائد الولي الفقه؟ ولاية الفقهة الإيراني هل تصطدم مع الحدود العراقية أم لا؟ وهل تتناقض مع الدستور العراقي؟ هل يوجد مرجع عراقي يؤمن بنظرية ولاية الفقه؟ هل يوجد حزب عراقي إسلامي يؤمن بولاية الفقهة الإيرانية والتباعية لإيران؟ ماذا كان يعني الشهيد السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه بقوله ذوقوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام؟ وكيف يمكن ترجمة هذه الوصية اليوم؟ لماذا طرح الشهيد السيد محمد صادق الصدر نفسه كولي لأمر المسلمين في التسعينات؟ وعلى أي أساس؟ هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية نظرية ولاية الفقهة في دولة واحدة؟ هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية الديمقراطية والأخوة الإسلامية والمساواة؟ في الحقيقة هذه مواضيع كثيرة وقد لا نستطيع تغطيتها هذا اليوم كما تفضل بعض الأخوة بأنه أسئلة كثيرة وكل سؤاله يحتاج إلى وقفة وإلى بحث مفصل ونحن نكتفي الآن بما تيسر إن شاء الله نظرية ولاية الفقهة هي نظرية أقلائية في مقابل نظرية حكومة الجاهل والفاسق والطاغية الذي قد يرث الحكم عن أبيه أو أخيه مثلا وإصبح ملكا أو إصبح رئيسا وهو لا يفقه من أمور الحياة شيئا كما حدث في التعريخ ويحدث في الوقت الحاضر أيضا أو يأتي ضابط عسكري ليست له خبرة في السياسة ولا في إدارة المجتمع ولا في حل المشاكل فيقوم بإنقلاع بعسكري ويسيطر على السلطة هل هذا يحق له الحكم أم يجب أن يكون الحاكم فقيها خبيرا عدلا ملتزما بالقوانين ملتزما بالإسلام فإذن نظرية ولاية الفقهة نظرية أقلائية يقول بها الأقلاء في جميع العالم حتى من غير المسلمين ينتخبون عادة الرجل الكفوء الذي الخبير الفقيه في مجالات الحياة لكي يدير البلاد ويحكم طبعا الفقيه لا نعني بالفقيه الذي يدرس الحيط والاستحاضة والطهارة والنجاسة وما شابه أو حتى يكون فقيه في الإبادات كالفقهاء المتعارفين يعني ليس نخلق على نفسه وعلى كتبه وعلى كذا ويسموه فقيه هل هذا يحق له أن يحكم البلاد ويدير الأمة أم نعني الخبير الفقيه يعني بصورة عامة فقيه يكون يفقه الحياة أكثر ما يفقه المسائل البسيطة مثلا نظرية المفترق قلنا أنها هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة بالحقيقة هي نظريات متعددة المبدأ العام هذا شيء معقول ومقبول ولكن عندما نأتي إلى التفاصيل هناك اختلاف هناك من يقول أن الولي الفقيه سواء كان مرجع تقليد أو كان خبير قائد مثلا لا يشترط حتى أن يكون مرجع تقليد هذا الفقيه له ولاية من الله تعالى وهو بالتالي يحق له أن يفرض نفسه وليا على الناس إذا اعتقد أنه هو عالم أو هو أعلم الناس فيحق له أن يحكم الناس بصورة قوية هذه نسميها نظرية ثيوقراطية يعني التي تعتمد على نظريات مرتبطة بالسماء وفي الحقيقة هذه النظرية هي امتداد لنظرية النيابة العامة نظرية النيابة العامة كما تعرفون هي أيضا فرضية هي فرضية افترضها بعض العلماء تدريجيا عبر التأريخ في البداية قبل ألف سنة سيد المرتضاء افترضها يعني في مجال الحدود أو القضاء ثم جاء بعده مجتهدون آخرون فافترضوها في باب الخمس حتى يسترم الخمس يعني وجاء آخرون فافترضوها مثلا في صلاة الجمعة أو في سائر العبادات وإلى أن تطورت حتى أصبحت نظرية ولاية الفقير الشاملة السياسية الكاملة اللي الفقيه يستلم الحكم فيها فهذه النظرية نظرية بلاد الفقيه إذا قامت على نظرية النيابة العامة النيابة العامة يعني كل فقيه كل فقيه هو نائب الإمام الغائب المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري في مقابل نائب الخاص أو النيابة الخاصة اللي كانت في فترة ما يسمى بفترة الغيبة الصغرى اللي استمرت حوالي 70 سنة بعده فات الإمام الحسن العسكري وجاء أربع نواب أو أربع وعشرين نائب بالحقيقة هم الدعا والنيابة الخاصة ثم السمري قال خلاص بعد ما في نيابة خاصة ومن الدعا الرؤية واللقاء بالإمام المهدي فكذبوه وابتدأت بعد فترة طبعا بعد فترة بعد 100 سنة تقريبا للقرن الخامس عندما نشأت بذور نظرية أو فرضية بالحقيقة فرضية هي ولست نظرية افترضها بعض العلماء نظرية النيابة العامة وبعدين يجيك واحد يقول لك أنه هذا الفقيه له صلاحيات النبي له صلاحيات الأم المعصومين عنده قدرة حتى يوقف الأحكام الإسلامية عنده قدرة يهدي مساجد ضرار عنده قدرة كذا وكذا وكذا وبعض الفقهاء أعطوا لأنفسهم أو أعطوا للفقهاء صلاحيات أكثر ما كان الرسول عندهم من صلاحيات أكثر ما لأم كان يعني يعتقدون لهم من الصلاحيات فالمهم لأنه نريد أن نبحث الآن في نظرية النيابة العامة وبعض العلماء طبعا يرفضها من الأساس ويرفض بناء على ذلك يرفض نظرية ولاية الفقيهة التي تقوم على النيابة العامة كالسيد الخوي وهو محقق وعالم كبير جدا كان يقول أنه دون إثباتها خرط القتال ما يمكن يعني نثبت نظرية النيابة العامة والولاية العامة على الناس بهذه الأحاديث الضعيفة التي يأتون بها كان يضعف الأحاديث التي يعتمد عليها أنصار نظرية ولاية الفقيهة القائمة على النيابة العامة هناك نظرية أخرى في ولاية الفقيهة تقول لا الشيخ المنتظري وعلماء آخرين ومعظم علماء إيران ربما يقولون بهذه النظرية أن الفقيه بغض النظر عن تفسير كلمة الفقيه من هو الفقيه؟ على أي حال؟ الفقيه هو له أهلية الحكم من بين الناس الجهال والفسقة والناس اللي يفتهمون هو له أهلية الحكم ولكن ليست له شرعية الحكم ليست أدنان مئة فقيهة ألف فقيهة مثلا كلهم يحق لهم فرض ولايتهم وأعلان ولايتهم على الناس هذا غير معقول إنما الناس هم الذين يختارون الفقيهة الذي يعجبهم ويناسبهم ويثقون به مثلا ويعطون إلى أصواتهم فيصبح وليا عليهم هذه النظرية هي أقرب إلى النظرية الدستورية الديمقراطية الشعبية يعني شرعية ولي الفقيهة لا تأتي من السماء لا تأتي من النيابة العامة عن الإمام مهدي على فرض وجود ذلك الإمام إنما تأتي من الشعب عبر انتخابات مباشرة أو غير مباشرة يعني عبر مجلس الخبراء مثلا في إيران الآن مجلس الخبراء ينتخب من الشعب سبعين وثمانين واحد وهم يجلسون وينتخبون القائد ثم يستطيعون أن يحاسبوا هذا القائد حسب الدستور الإيراني ويغيروا ويسقطوا إذا سقطت شروط التأهل والعدالة مثلا أو كذا يستطيعون أن يجتمعوا وينتخبون شخصا آخر فإذن هي حتى نظرية ولاية الفقيه في إيران مرتبطة بالدستور الإيراني وقائمة على الانتخابات الشعبية وعلى الشرعية ومبثقة من الشعب